يراقب الشارع اليمني بعيون يقظة مسارة القضية في جريمة الاغتيال التي طالت الشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ عبدالله الباني في شبوى في حيد الفطر الماضي رغم التطمينات الرئاسية المباشرة والالتزامات الرسمية بسرعة حسم القضية تمر المئوية اليومية الاولى على جريمة الاغتيال دونما مؤشر فعليا على مسار حسم العدالة رغم التطمينات الرئاسية المباشرة والالتزامات الرسمية بسرعة حسم القضية تمر المئوية اليومية الاولى على جريمة الاغتيال دونما مؤشر فعليا على مسار حسم العدالة اذ لا يزال ظالعون اساسيون في جريمة الاغتيال العلني للشيخ الباني خارج قبضة الضبط الاملي والقضية متأجلة عن البت القضائي وقد اغتيل الشيخ الباني الذي يعد من ابرز الاصوات الوطنية الداعية الى لم الشمل ووحدة الصف الجمهوري بجريمة تصفية علنية ومتربصة في مشهد عام ويوم مشهود وصدمت جريمة اغتيال الشيخ الباني الشعور الشعبي بالاجماع لتغدو قضية رأي عام واليمليون جميعا اولياء دم الشهيد وجاءت الحملة الالكترونية الاحيائية بمناسبة مرور مائة يوم على اغتيال الشهيد الباني لتؤكد مطلب القصاص العادل ولتضع قيادة المجلس الرئاسي في واجهة وعودها السابقة والعدالة التي لم تتحقق والحملة تؤكد ايضا على يقظة رأي العام ومتابعته عن كثب لمسارة القضية لحظة بلحظة وان اية محاولة لاغتيال القضية وقتل الشهيد مرتين لن تمر ولن تمر اشتركوا في القناة